الراديو 9090 هواها مصر أخوات الوادي sisters of the valley لقى بأختين كايت عندها 56 سنة والأخت دارسي عندها 24 سنة فشاسعة بين 34 أسف سنة الاتنين عملين مشروع عبارة عن متجر لتجارة المخدرات بكل أشكالها وأنواعها فقالك ده sisters goals خطاروا بقى يعني فقالك الغريب أن هم أطلقوا هذا المتجر وبيلاقي رواج غير طبيعي والحكومات الأمريكية والعالمية عموما يعني في كل دول العالم بيقولك غضت الطرف عنه ومش عارف ليه فبيقولك الوابسايت بتاعتهم هي أكثر من أكثر المواقع تداولا ودخول عليها من المستخدمين الخاصة مش أنهما بيدخلوا ويشتريوا أونلاين بس الكلام ده الناس معجبة بطريقة الاختبارات اللي بتقوم بيها دارسي والأخت الثانية اسمها كايت بيقوموا بيها لقياس جودة المخدرات أنا معرفش إحنا وصلنا لإيه وربنا يستر علينا وطننا يا عربي من الحاجات العجيبة اللي مش حلودي من لاش في الجودة ربنا تكون المطالبات التي يدعو إليها مسؤولون ونواب في أي مكان مشروعة ولكن في إيطاليا الموضوع يختلف قليلا دعا مسؤول إيطالي إلى تطبيق قانون جديد من شأنه معاقبة الوالدين إذا فرضوا نظاما غذائيا نباتيا على أبنائهم أو أجبروهم على اتباع عادات أكل سيئة وقالت صحيفة إيطالية أن مشروع القانون يتضمن فرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ست سنوات على الأباء الذين يحاولون إجبار أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة على أن هما يجبروهم على إيه؟ على التخلي عن اللحوم وأن هما يبقوا نباتيين وأن هما يتخلوا عن اللحوم والبيض والمنتجات الحيوانية وبيقولوا أن ده اختيار الشخص وليس اختيار أبويها وكمان غير مسموح لأي أب أنه يتبع نظام غذائي مع ابنه بدعوة أن ابنه سيمين شوية مرفوض تماما ومن ضمن العقوبات اللي كانت مقترحة قبل عقوبة الست سنوات كان فيه عقوبة أن الأب أو الأم اللي يفرض على ابنه نظام أكل معين يتم فرض نظام أكل الأب بيكرهه تماما عليه لمدة لا تقل عن 3 سنوات فغالبا هيطبق عليه الموضوع ده 3 سنين الأولين في السجن يعني مثلا مامي حبيبتي فرضت عليها مثلا أكل عطس ما بحبوش أم مكلم الحمامي المحامي يرفع عضية وتأخذ لها 6 سنين ومنهم 3 سنين ما بتكلش حاجة مثلا ماما بتحبش أيام عن مامتي بتحبش لحمة فتفضل تاكن لحمة لحمة يعني اللحوم بكل أنواعها مش عارف الستي دي إيه اللي ما بتحبش اللحوم دي يا غريبة يا أخذ لم تكن تدري مها الغانم أنها ستسعى لدخول قفص الزوجية ومنه إلى قفص جانس ريكورد موسوعة الأرقام القياسية تزوجت وعاءة وبعد خطوبة وبعد يعني قصة حب ملتهبة موسوعة الأرقام القياسية ولكن ولكن يعبدوا أن قصة الحب كانت واخدة مصار مختلفة حبته وتجوزته وأول ما دخلت شقة الزوجية لقيت أنها على أعتاب دخول موسوعة الأرقام القياسية إيه؟ دخلتها إزاي؟ هقولك عملي إيه اللي حصل؟ يوم الفرح بعد ما دخلوا للشقة بتاعيتهم لقيت العفش كله اتشال من الشقة بالكامل والبيت عبارة عن كراسي عدد من الكراسي يطرى عدد الكراسي اللي يدخلوها موسوعة الأرقام القياسية كامل كل واحد يتخيل لقيت جوزها شال العفش كله وحطط لها يا حياتي يا حياتي حطط لها كراسي كتير جدا وقال لها ندخل بيه موسوعة الأرقام القياسية ومش بس كده ده تفاجت مجرد ما دخلوا إنما دوب جانس ريكورد جاي علشان يسجل معاهم ويقول لهم المطلوب منكم في الفترة اللي جاية عايز كل واحد يتوقع بقى مهاء الغانم جوزها حطي لها السيم حطي لها قد إيه قد إيه كراسي في البيت